السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا وسهلا بكم اعزائنا طلاب الصف الثاني الاعدادي ومع درس جديد من دروس اللغة الانجليزية. وزي ما وعدناكم يا شباب هنبدأ نحل عندنا الامتحانات اللي موجودة في اخر الكتاب بتاع المراجعة بتاع كتاب اي جيم اللي احنا استلمناه مع الكتاب الكبير. وهنبدأ نحل الامتحانات اللي هي في اخر كتاب خالص اللي هي امتحانات كاملة. اه نفس المواصفات السنة دي يعني ان شاء الله. ونبدأ نقول بسم الله. طبعا اه اول امتحانات عندنا اللي هو اجزام ده صفحة تسعة وتسعين. فاحنا هرفتح مع بعض رؤية الكتاب صفحة تسعة وتسعين. الكتاب عندنا يا شباب اللي هو مكتوب عليه من برا كده. اللي هو عندنا كتاب اللي استلمناه اه مع الكتاب الاساسي بتاع الكتاب جيم. طبعا اول حاجة في الامتحان بيكون سؤال استماع. اه وعليه اربع درجات. وطبعا المفروض ان فيه المدرس بيخش عندك في الامتحان في اللجنة بيقرأ لك نص صغير. وانت اسناء الاستماع بتبدأ تعمل ايه تجاوب. نصحة من دي الاول. اول ما تستلم ورقة الامتحان. تقرأ الاسئلة اللي موجودة عندك عشان تعرف هو بيتكلم على ايه. وهنجرب كده كده نعمل الاستماع. بس طبعا احنا هنا جاي بسؤول الاستماع حطه قدامكم حالا دلوقتي. علشان تتابع معين. طبعا ده الجزء اللي عندنا استماع وموجود طبعا ده في اخر الكتب خالص. طبعا يا شباب. لو انت ما سمعتش كويس من المستر بتاعك وحاجة في لدك ممكن تقول له ان فضلك قول كمان مرة. تعال نقول كمان مرة عشان نركز. معلومة عن مين? عن بنت اسمها ماريم. كده خلصنا تعالنا نشوفي الاستماع بتاعتنا بقى اللي احنا مفروض قرناها قبل ما نبدأ. اين يعمل الابوين? طبعا قلنا ان هما مستشفى. بتروح مع مين المدرسة ماريم? قلنا. مين بيصنع الفطار? قلنا. واخر حاجة عندنا تصحى الساعة كاب قلنا ده طريقة حل يا شباب سؤال الاستماع في الانتحان. السؤال التاني يا شباب هو سؤال ديانب محادسة. عليها خمس دراضات. بنقرأ الاول محادسة كاملة. وبعد ان نبدأ نجاوب. لو لاحست بالمحادسة بيطلب مني اكون ساعات سؤال او اكمل سؤال يعني او اكمل ايه جملة? تعال نركز كده بسملة بتكلم بتقول. طبعا قلنا الجزء اللي فوق الاول طبعا. بسملة بتقابل صديقة جديدة ليها في المدرسة. بسملة بتقول لها انت هنا طالبة جديدة. اتلها انا اسم اتلها اتلها وعن في سؤال اتلها عشان في مكان. حتى فأنا بقى اي سؤال هنجونه هيكون اداة استفهام. فعل مساعد وفاعل. طب منين بنجيب الفعل المساعد من الجبل هنا? هل هنا في الجملة في اي افعال مساعدة? لا. نلعب على اول فعلي قابلنا كلمة مصدر. وزا كان الفعل الاساسي في الجملة مصدر. اشتغل بكلمة دو. لو كانت لفز كنا قلنا دز. لو كانت لف دي في الماضي نقول كلمة ايه? دد. خلي بالك من دو ودز ودد. فاي جملة واي سؤال بعديهم مصدر. يبقى وير دو. والفعل اي نخلي يو. وقل كلمة لف. اي اوير دو لاب. طلاها اي ليف انجيزة. عايشة مع عامين? اي ليف طبعا مع العائلة. هل لديك اي اخوات? بنات او صبيان يعني? لها طبعا انا يبقى هي عندها. بكلمة انا عندي او املك? يبقى بس تبقى غلط. احنا قلنا بنكون سؤال ازاي? اداة استفهام. فعل مساعد فاعل. يبقى هلها هاو. فعل مساعد كلمة مصدر يبقى دو. واي تبقى ايه يو. يبقى هاو دو يو جت سكول. طلع اي جت سكول. قبل المواصلات حرف جر اسمه ايه يا شباب. تمام? نروح على صفحة مية. في عندنا يعني قطعة ف. عليها ستة اسئلة وعليها ستة درجات. بنقرأ الاول القطعة كاملة. وعلي نحل الاسئلة. لكن في طرقة تانية. ممكن اقرأ الاسئلة. وابدأ استخرج الاجابة من القطعة اثناء القراءة. الطرقة تمسح. انا بفضل الطرقة الاولى اقرأ القطعة كلها كاملة الاول. وكأنها كده ايه فترة استراحة في الامتحان يعني. بعض الاماكن صعبة. مكتهيش فيها. بعضها حرة جدا. بس الاخرة. بردة جدا. طبعا دي القرى القطبية. دي ابرد مكان على وجه الارض. انا كنت اعمل كعالم في الجامعة. ثم شفت اعلان عن وظيفة. في القرى القطبية. لما شاف الاعلام في اه المجلة او الجريدة عن وظيفة لمدة عام في القرى القطبية. قال في نفسه انها ممكن تكون ايه شيء ممتع شيء شيء شايق شوية مختلف عن الحياة العادية. بعض الحاجات في المكان ده اللي هو نفس الحاجات اللي بيعملها في المنزل بالضبط. بصحة السبعة صباحا. نتناول الفطار ونلعب شوية رياضة. نبدأ نشتغل الساعة تسعة. ونخلص خمسة بعد الدور. نتفرج على تلفزيون او نلعب بعض الجيمز او نقرأ. في هذه اللحظة. عندنا الشتاء. دايما المكان مظلم بالليلة والنهار. والطقس بارد وشديد الرياح. في عشرين بس شخص. هم اللي شغالين معي هنا دلوقتي او احنا كلنا عشرين يعني. انا افتقد العائلة والاسرة والاصدقاء لكنها تجربة ايه مذهلة بالنسبة لي. اول عندنا سؤال. الوظيفة اللي كان بتعود الكاتب يعملها. بقولنا كان ساينتست بقى هي يوز تو بي اصاينتست. هناخدنا يوز تو يعني اعتاد ان. يوز تو بي اعتاد ان يكون. بيعملوا ايه بعد العشاء? قلنا عاملوا ثلاث حاجات. قلنا. ايه مشاعر الكاتب بتاع قطاع دي. لما يكون بيد عن وطنه واهله. قلنا هي ميسز. يفتقد هز فرينز ان فامل. يفتقد الاصدقاء والعائل. هزا الكاتب عارف عن الوظيفة اللي بقارة القطبية منين. قلنا اعلان. في القارة القطبية انتراكتكا ديت. بيبدأوا العمل الساعة كام? قلنا بيصحوا سبعة ويبدأوا العمل تسعة. يبقى كم شخص شغال في تلك البقعة البعيدة من الارض? قرر القطبية ديت قلنا عشرين بس يبقى عندنا نروح على سؤال اه بيسألك عن الكلمات والجرامر وده علي عشر درجات وهم عشر جمل بيحضر الطعام للناس عشان يأكلوها طبعا ده. في طلبة كتير بتكتب كوكر. كوكر ده يعني متجاز مش طباخ. طباخ يعني لكن ده البقعة المتجول في الشارع اسمه. والدة مونة شغالة في المستشفى حاجة معينة. هم لا يدفعوا لها اي نقود. تشتغل كده تطوعا. اسمها اي? بلنتير مدتطوع. نروح على اخر صفحة صفحة 101. ادم بيخرج القمامة برا المنزل. عنده انت متلق ايه السلة? يبقى عن اسمها تيكس اوت. يخرج الشيء. يمكن تشاهده في المتحف. طبعا قلع قلع يعني صلوات. تمثيل لاعبين طبعا صفحة ايه استاتيوس. هزا الكتاب يجب ان تقرأه ويبقى وكتاب ايه فانتاستيك رائع. عندما يكون هناك ادخنة ويعوادم من المصانع ده يسبب ايه? حاجة في الهواء اسمها تلاووس الهواء. ما اللي يعنيه تجربة علمية. تعليمات. عدوى. يمكنك ان ترى نفسك فين في المراية? ابي يعمل في الفندق. هو يقابل كثير من الناس. طبعا ده اسأل جرامر يا شباب. طبعا بيتكلم عن العادات. عادات الاب في العمل. اي عادات عندنا لوتينية. طبعا مضارعة بسيط. المضارعة البسيط عندنا تكوينه من ايه? هي اما مصدر زي كلمة او فعلا اخر اس مع كلمة افكرت بسرعة المصدر ده مع الجمع بس مع اي ويو ويو او اي جمع والفعل اللي اخر اس ده اسمها اس المفرد الغائب اللي هي مع اي او طبعا هنا هي مفرد يبقى الصح يا شباب المكان حيثه في خط الساعة بتاعتي هو ايه? المطبخ يبقى هو نيس الساعة بتاعته في المطبخ او فقضع في المطبخ طبعا كلمة ده مكان يقولنا وصف المكان بكلمة ايه? حيثه يا شباب يبقى من علامات المضارع المستمر اللي بيحصل دلوقتي حالا بيكون من ام ويز وار وانجي وبالتالي ينفع او بس جمع تاخد ايه? بعد كده سؤال في الانتحان الخامس هو سؤال تصحيح الكلمات في الاقواس كتابتها يعني صيغة صحيحة على اربع درجات طبعا اتفقنا لما ملاقي كلمة في المقارنة بنحط للصفة القصيرة دي اخيرها ايه? اي ار يبقى اريو طولر ماونت كينيا جبل كينيا يعني جبل كينيا ليس مثل ارتفاع جبل ايه كلمان جارو تفقنا لما ملاقي كلمة از لازم قبل الصفة از وبعدها از يبقى هاتطرر في هنا ولا عندنا بقى جمعنا كده كانيا از نت از طبعا از موجودة هي اصلا جاهزة از هي مالك كلمانجور اتفقنا لما يلاقي ماينفعش بعدي مصدر يجي بعدي اي ان جي عشان نبدوا نرع مستمر يبقى ايه؟ رينيج ميلينج اعدزال كاميرا هابي صفة تصف مين تصف الاخت لكن هنا في الجملة هتنصف الفعل ده كيف تبتسم بسعادة هتحول الصفة نخليها حال او ظرف او ادفرب نزود لها ايه الواي بس اخرها هواي هتحول وي تخليها اي الواي اسمها ايه يا شباب بعد كده في عندنا باراجراف من حواري 90 كلمة تكلم على الوظيفة اللي انت تفضلها طبعا بعد انتخلص دراستك والباراجراف ده عليه كم درجة؟ 6 درجات والمجموع كله كم درجة؟ 35 ايه درجة تعالى عندنا نشوف البراجراف السهل ده بكتب الاول عنون اسمه وبعدين بيسيب مسافة هنا في اول سطر بس واكتب بقى عندنا مقدمة كده سهلة او مسيطة في الموضوع في المضمون يعني يعني فيه وظيف كتيرة ممكن اعملها بعد ما خلص دراستي انا نفسي اكون طبيب لان ابي طبيب مشهور وظيفة مهمة طبق بيساعدوا المرضى يتحسنوا بيبزلوا كل ما في وسعوهم عشان يساعدوا الناس في وقت ايه الكورونا نفسي اشتغل في المستشفى حديثة للمقبر عاوز استخدم معدات حديثة اساعد المرضى هساعد الفقراء مجانا عاوز ان عندي عيادة خاصة بي بتاعتي عشان يساعد الناس اكتر مرضى اكتر سوف اعمل بجد كي اكسب نقود كافية عشان يخلي اسرتي تعيش بسعادة بتمنى ان انا ابقى كويس في المدرسة بتاعتي واجيب عندنا يعني درجات كويسة عشان التحق بالجامعة عشان ابقى طبيب الاب اللي هو طبعا طبيب زيه دائما يشجعني يعني يشجع عشان احقق حلمي في ان انا كون طبيب كده يا شباب خلصنا الحمد لله اول امتحان في كتاب جم وان شاء الله هننزل كل يوم امتحان او اتنين يا شباب تابعونا ربنا يا وفق الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته